موسيقى اعزائي طلبات وطالبات الصف الحادي عشر ادبي اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات اعزائي طلبة درسنا اليوم بعنوان الوحدة الرابعة وهي وصف البيانات بعد هذا الفاصل نتابع معكم درسنا لهذا اليوم موسيقى اعزائي طلبات وطالبات الصف الحادي عشر ادبي عدنا من جديد معكم وفي حلقتنا لهذا اليوم وصف البيانات الوحدة الرابعة وصف البيانات والبند الاول اربعة واحد وهو بعنوان الوسيط والربيع الادنى والربيع الاعلى ومخطط الصندوق ذو العارضتين الوسيط والربيع الادنى والربيع الاعلى من جدول تكراري عزيزي الطالب نبي نوجد الوسيط يقول الوسيط لعدد نون من قيم البيانات المرتبة والتصاعدي هو القيمة التي ترتيبها نون زائد واحد على اثنين من هذه القيم اذا كان العدد نون فرديا ركز عزيزي الطالب الوسيط للعداد الفردية وهو نون زائد واحد على اثنين وهو ترتيب الوسيط وليس قيمته نأتي الى الوسيط هو المتوسط الحسابي للقيمتين نون على اثنين ونون على اثنين زائد واحد من هذه القيم اذا كان العدد نون زوجيا نرد نوضح عزيزي الطالب الوسيط هو المتوسط الحسابي لترتيب القيمتين نون على اثنين ونون على اثنين زائد واحد اذا كان نون زوجيا طبعا نتوضح عندنا هذا في الامثل اللي رح ناخذها بعد تغليل ويقسم الوسيط مجموعة القيم في البيانات الى مجموعتين متساويتين من حيث عدد القيم ويرمز له بالرمز راء اثنين اذا رمز الوسيط وهو راء اثنين عزيزي الطالب الوسيط يقسم للقيم اللي انا رتبتها ترتيبا تصاعديا الى قسمين متساويا الربيع الادنى والربيع الاعلى لمجموعة من قيم البيانات مرتبة تصاعديا الربيع الادنى هو وسيط النصف الادنى من قيم البيانات ويرمز له بالرمز راء واحد اذا الوسيط احنا سميناه راء اثنين اذا الربيع الادنى عزيزي الطالب اسمي راء واحد نروح حق الربيع الاعلى هو وسيط النصف الاعلى من قيم البيانات ويرمز له بالرمز راء ثلاثة اذا عزيزي الطالب عندي راء واحد عندي راء اثنين عندي راء ثلاثة راء واحد وهو عبارة عن الربيع الادنى راء اثنين وهو عبارة عن الوسيط راء ثلاثة وهو عبارة عن الربيع الاعلى ننتقل عزيزي الطالب الى مخطط الصندوق ذو العارضتين يحتوي هذا الصندوق الى مجمل الاعداد الخمسة احنا اخذيناها في الصف العاشر عزيزي الطالب مجمل الاعداد الخمسة وهي القيمة الصغرى والربيع الادنى والوسيط والربيع الاعلى والقيمة العظمى طبعا عزيزي الطالب الشكل اللي عندي الموضح على الشاشة يمثل الصندوق ذو العارضتين طبعا نبدأ في الصندوق ذو العارضتين من اليسار الى اليمين يعني من القيم الصغرى الى القيم العظمى القيمة الصغرى اول شيء بعدين نحط اللي هي راء واحد وهي عبارة عن الربيع الادنى وراء اثنين الوسيط والراء ثلاثة الربيع الاعلى ثم القيمة العظمى انتبه عزيزي الطالب نبدأ من اليسار الى اليمين من الاصغر الى الاكبر ننتقل عزيزي الطالب الى المثال الاول يمثل الجدول التكراري التالي معدل اجر الموظفين بالدينار الكويتي مقابل كل ساعة في بعض الشركات معدل الاجر خمس دنانير ست دنانير سبع دنانير ثمان دنانير الى ان نوصل الى عشر دنانير طبعا الخمس دنانير تتكرر عندي مرتين الستة تتكرر عندي اثنين مرتين السبعة تتكرر مرتين الثمانية ثلاثة والتسعة تتكرر مرتين والعشرة تتكرر مرتين اذا مجموعة تكرارات اذا جمعتها يعطيني ثلاثة عش اذا المطلوب الاول عزيزي الطالب اهم شيء لما يكون عندي قيم لازم اول شيء ارتبها تصاعديا والمطلوب عندي في الف رتب هذه البيانات بحسب القيم تصاعديا اثنين طالب مني اوجد الوسيد راء اثنين جيم اوجد الربيع الادنى راء واحد والربيع الاعلى راء ثلاثة اخر مطلوب دال مثل هذه القيم بمخطط الصندوق ذو العارضتين نبتدي الحل عزيزي الطالب اول شيء ارتب ترتيب تصاعدي البيانات يعني من الصغير الى الكبير رتبناهم خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة ثمانية ثمانية على حسب التكرارات اللي معطيني اياهم الخمسة متكررة مرتين ستة متكررة مرتين السبعة متكررة مرتين الثمانية ثلاث مرات والتسعة مرتين والعشرة مرتين إذن عندي كم قيمة؟ ثلاثة عشر قيمة مرتبة من الصغير إلى الكبير اللي هو الترتيب التصاعدي ننتقل إلى المطلوب الثاني اللي هو طالب مني الوسيط طبعاً أحنا عدينا عدد المفردات اللي عندي هي ثلاثة عشر مفردة وهي أعداد فردية إذن ترتيب الوسيط عندي هنا بما أن نون فردية إذن ترتيب الوسيط شي ساوي نون زائد واحد على أثنين إذن ترتيب الوسيط نون زائد واحد على أثنين يساوي ثلاثة عشر زائد واحد على أثنين طبعاً باستخدام الآلة الحاسبة أو باستخدام الحساب الذهني يعطيني سبعة إذن ترتيب الوسيط وهو سبعة إذن القيمة السابعة أعد عزيزي الطالب واحد اثنين ثلاثة إلى أوصل إلى ترتيب رقم سبعة وهي القيمة رقم ثمانية وهي قيمة الوسيط راء اثنين يساوي ثمانية شدي أنا طلعت عزيزي الطالب اللي هو المطلوب الثاني وهو الوسيط عزيزي الطالب أوجدنا إحنا الوسيط إذن إحنا قلنا سابقا أن الوسيط يقسم لي القيم إلى قسمين متساويا إذن عندي كم؟ 13 قيمة إذن الوسيط القيمة اللي هي السابعة إذن عندي 6 قيم بالقسم الأول و6 قيم في القسم الثاني نبي نوجد اللي هو الربيع الأدنى في القسم الأول القسم الأول عدد زوجي وهو يساوي نون تساوي 6 إذن لما أطلع ترتيب الوسيط هنا هو المتوسط الحسابي للقيمتين اللي هي الثالثة والرابعة القيمة الثالثة والقيمة الرابعة لأنه نون زوجي إذن إني الربيع الأدنى راء واحد هو وسيط نصف مجموعة البيانات الأدنى وعددها يساوي 6 إذن راء واحد تساوي 6 زائد 6 على 2 يساوي 6 إذن طلعت آنه هو الربيع الأدنى راء واحد يساوي 6 ننتقل إلى الربيع الأعلى الربيع الأعلى راء ثلاثة إذن القسم الثاني هم عزيزي الطالب يتكون من 6 قيم إذن ترتيب الوسيط وهو المتوسط الحسابي للقيمتين 9 اللي هي ترتيب القيمة الثالثة والقيمة الرابعة اللي هي 9 زائد 9 تقسيم 2 يساوي 9 إذن الربيع الأعلى راء ثلاثة يساوي 9 زائد 9 على 2 يساوي 9 عزيزي الطالب إحنا أوجدنا اللي هو راء واحد وهو الربيع الأدنى وطلعنا الوسيد راء اثنين وطلعنا راء ثلاثة اللي هو الربيع الأعلى وعندي القيمة الصغرى في بداية القيم والقيمة العظمى في نهاية القيم إذن مجمل الأعداد الخمسة موجودين إذن ممكن أني أنا الحين أسوي الصندوق ذو العارضة إذن مخطط الصندوق ذو العارضتين يتضمن القيم الخمسة التالية القيمة الصغرى الربيع الأدنى الوسيد الربيع الأعلى القيمة العظمى ننتقل عزيزي الطالب إلى خط الأعداد وإحنا قلنا خط الأعداد نبدأ من اليسار إلى اليمين من القيمة الصغرى إلى القيمة ننتهي بالقيمة العظمى نحط عزيزي الطالب القيمة الصغرى وهي خمسة والقيمة وراء واحد وهو يساوي ستة وراء اثنين وهو الوسيط يساوي ثمانية وراء ثلاثة وهو الربيع الأعلى وعندي بالنهاية أختم فيها القيمة العظمى القيمة العظمى وهذا كونت أنا عندي الصندوق ذو العارضة الذي يحتوي على مجمل الأعداد الخمسة اللي أنا حطيتهم ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال رقم اثنين يمثل الجدول التكراري مبيعات أحد الأيام لأنواع مختلفة من ساعات اليد بالدينار الكويتي سعر الساعة خمسين دينار الثانية خمسة وستين واحد وسبعين خمسة وتسعين امية وعشرين دينار طبعا الساعة اللي قيمتها خمسين تكررت عندي ثلاث مرات والساعة اللي قيمتها خمسة وستين دينار تكررت عندي مرتين وعندي الواحد وسبعين تتكرر ثلاثة والخمسة وتسعين تتكرر خمس مرات والامية وعشرين تتكرر مرة وحدة إذن إذا جمعنا التكرارات عزيزي الطالب يعطيني التكرار يساوي خمستعشر إذن لاحظ عزيزي الطالب إهني نون شنو؟ نون فردية إذن إني المطلوب الأول يقول لي رتب هذه البيانات بحسب القيم تصاعديا اثنين أوجد الوسيط رأى اثنين ثلاثة اللي هو جيم أوجد الربيع الأدنى رأى واحد والربيع الأعلى رأى ثلاثة آخر مطلوب دال أنه بنمثل هذه البيانات نمثل قيم مثل هذه القيم بمخطط الصندوق ذو العارضتين إذن لازم أطلع شنو عندي؟ الخمس مطاليب الموجودة مجمل لعداد الخمسة قيمة صغرى قيمة عظمى ربيع أدنى ربيع أعلى والوسيط نكمل بالحل عزيزي الطالب أول شي نرتب الأعداد الخمسين متكرر رجم ثلاث مرات نرتب تصاعديا والخمسة وستين ثلاث مرات نكتبها الواحد وسبعين ثلاث مرات خمسة وتسعين خمس مرات والامية وعشرين مرة واحدة عزيزي الطالب أهم شي أنك تتذكر أنك ترتب البيانات اللي معطيك إياها أو القيم المعطاة تصاعديا من الصغير إلى الكبير وممكن أن نستخدم التنازلي هنبعد في ترتيب البيانات على حسب الأفضلية اللي تفضلها عزيزي الطالب أني الحين ناخذ نبنطلع الوسيط إحنا قلنا في البداية أن نون شنو تساوي؟ خمستعش وهي فردية إذن ترتيب الوسيط ترتيب الوسيط شي ساوي؟ نون زائد واحد على أثنين إذن عدد المفردات خمستعش وهي فردية إذن ترتيب الوسيط يساوي نون زائد واحد على أثنين يساوي خمستعش زائد واحد على أثنين اللي هو ستعش على أثنين يساوي ثمانية نزيل القيمة الثامنة نروح أقل البيانات المرتبة عزيزي الطالب المرتبة من الواحد إلى نوصل إلى الثمانية وهو راء أثنين يساوي واحد وسبعين اللي هو الترتيب رقم ثمانية وقيمة الوسيط يساوي واحد وسبعين إذن طلعت أنا عزيزي الطالب الوسيط إحنا قلنا سابقا عزيزي الطالب إن الوسيط شي سوي عندي يقسم لي القيم إلى قسمين متساوين القسم الأول أطلع منه الربيع الأدنى والقسم الثاني أطلع منه الربيع الأعلى ونشوف على حسب ما يكون الأعداد هل أعداد اللي هو القسم الأول فردي أم زوجي عشان أطلع منها اللي هو الوسيط حق القسم الأول والوسيط حق القسم الثاني أني ينكمل عزيزي الطالب إذن الربيع الأدنى لراء واحد هو وسيط نصف مجموعة البيانات الأدنى وعددها يساوي كم؟ سبعة إذن هنينون شنو؟ فردية إذن الوسيط شي يساوي عندي؟ هو يساوي خمسة أستين هي القيمة رقم أربعة ترتيب الوسيط رقم أربعة إذن رأى واحد وهو الربيع الأدنى قيمته تساوي خمسة وستين ننتقل عزيزي الطالب إلى الربيع الأعلى الربيع الأعلى عندي القسم الثاني عزيزي الطالب يتكون نون سبعة إذن الوسيط شي يساوي؟ نون زائد واحد على أثنين يعني سبعة زائد واحد على أثنين يساوي أربعة إذن ترتيب الوسيط أعد عزيزي الطالب واحد أثنين ثلاثة أربعة إذن راء ثلاثة تساوي خمسة وتسعين إذن طلعت الربيع الأدنى راء واحد خمسة وستين الوسيط راء اثنين واحد وسبعين والربيع الأعلى خمسة وتسعين وعندي القيمة العظمى خمسين والقيمة الصغرى خمسين والقيمة العظمى أمية وعشرين أنزل أنرد عزيزي الطالب حق مخطط الصندوق ذو العارضتين قلنا نبي منهم القيمة الخمسة وأنا طلعتهم وذكرتم عزيزي الطالب حقك أنزل أرد الحين أسوي اللي هو خط الأعداد خط الأعداد قلنا نبدي من اليسار إلى اليمين نبدأ بالقيمة الصغرى وننتهي بالقيمة العظمى إذن القيمة الصغرى قلنا تساوي خمسين وراء واحد تساوي خمسة وستين وهو الربيع الأدنى راء اثنين تساوي واحد وسبعين وراء ثلاثة وهو الربيع الأعلى يساوي خمسة وتسعين والقيمة العظمى 120 إذن بتذي عزيزي الطالب إحنا طلعنا القيم الخمسة ومن هذولي القيم الخمسة طلعناها اللي هو المخط الصندوق ذو العارضتين إذن عزيزي الطالب انتبه إذا طلب منك أنك أنت تكون له الصندوق ذو العارضتين من غير ما يطلب منك الربيع والوسيط والربيع الأعلى والأدنى إذن لازم أنت تعرف أنه تحتاج عشان تكون الصندوق ذو العارضتين إلى خمسة عناصر وهي القيمة العظمى والربيع الأعلى راء ثلاثة والوسيط راء ثنين والربيع الأدنى راء واحد والقيمة السقرة ننتقل عزيزي الطالب إلى الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى لمجموعة من البيانات موزعة على فئات نحن مساعة قبل شوي خدينا الشريح اللي هي تابعة حق الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى لمجموعة من القيم ولكن هنا لاحظ عزيزي الطالب أنه يريد موزعة على فئات إذن يمكن إيجاد الوسيط راء ثنين والربيع الأدنى راء واحد والربيع الأعلى راء ثلاثة لتوزيع تكراري ذو فئات باستخدام الجدول التكراري المتجمع الصاعد أو الجدول التكراري المتجمع النازل وإحنا خذيناها عزيزي الطالب في الفصل الدراسي الأول خذينا شلون نكون الجدول التكراري المتجمع الصاعد والجدول التكراري المتجمع النازل رح نستخدم هذه المعلومة في درسنا حق هذا اليوم اللي هو إيجاد الوسيط لجدول التكراري ذو فئات وسوف تقتصر دراستنا على الجدول التكراري المتجمع الصاعد فقط عزيزي الطارب رح نستخدم الجدول التكراري المتجمع الصاعد في درسنا لهذا اليوم ننتقل إلى حساب الوسيط للفئات الوسيط رأى اثنين يساوي الحد الأدنى لفئة الوسيط زائد نوم على اثنين ناقص التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الوسيط على التكرار الأصلي لفئة الوسيط في طول الفئة إذن عزيزي الطالب هذول مطالب لازم نحن نكون نطلعينها من الجدول التكراري اللي عندنا رح نوضحها بعد قليل عندي اللي هو الربيع الأدنى را واحد شي ساوي الحد الأدنى لفئة الربيع الأدنى زائد نون على اربعة ناقص التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الربيع الأدنى على التكرار الأصلي لفئة الربيع الأدنى في طول الفئة عزيزي الطالب أخذنا قانون الوسيط وهو را اثنين وقانون اللي هو الربيع الأدنى را واحد ناخذ الحين ننتقل إلى قانون الربيع الأعلى را ثلاثة يساوي الحد الأدنى لفئة الربيع الأعلى زائد ثلاثة أربعة نون ناقص التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الربيع الأعلى على التكرار الأصلي لفئة الربيع الأعلى في طول الفئة حيث نون مجموع التكرارات نلاحظ عزيزي الطالب في كل القوانين الثلاثة حق إيجاد الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى نحتاج إلى طول الفئة نشوف نون على اثنين بالقانون الأول اللي هو الوسيط ونون على أربعة في الربيع الأدنى والربيع الأدنى نون على أربعة والربيع الأعلى را ثلاثة أربع النون نشوف الوسيط الوسيط شنو إحنا قلنا يقسم الفئة يقسم القيم يقسم القيم إلى قسمين متساويين اللي هو نون على أثنين نلاحظ اللي هو الربيع الأدنى الربيع الأدنى وهو في الربع الأول من القيم بالربع الأول اللي هو نون على أربعة نزيل نروح حق الربيع الأعلى الربيع الأعلى في القسم الثاني بعد الوسيط نزيل قسم الثاني وين؟ بالثلاثة أربع بالجزء الثلاثة أربع ونلاقي اللي هو موقع الربع الأعلى را ثلاثة من زيل ننتقل عزيزة الطالب إلى مثال واحد يمثل الجدول التالي عدد سنوات خدمة العاملين في مؤسسة ما عدد السنوات طبعا هنا جدول تكراري شنو؟ ذو فئات صفر إلى أقل من العشرة عشرة إلى أقل من عشر سنوات عشرين إلى أقل من ثلاثين سنة ثلاثين إلى أقل من أربعين سنة نلاحظ من الجدول عزيزة الطالب أن طول الفئة شن مهني؟ عشرة نزيل هذا مطلوب من المطالب اللي إحنا نبيها في كل القوانين اللي إحنا عندي في إيجاد الوسيط والربع الأعلى والربع الأتنى نزيل نشوف التكرارات للفئة من صفر إلى أقل من عشرة أربعة والفئة عشرة إلى أقل من عشرين سبع تكرارات والفئة اللي بعدها ستة إلى ثلاثة إذن مجموعة تكرارات عندي تساوي عشرين ونروح أقل المطلوب اللي يبمني ألف كون جدول التكرار المتجمع الصاعد وإحنا ما أخذينا سابقاً ونريد معلوماتنا مع بعض عشان نكون جدول التكرار المتجمع الصاعد بأوجد الوسيط حسابياً طبعاً حسابياً معناته عزيزي الطالب إنه إحنا شنو؟ نستخدم القوانين في إيجاد اللي هو الوسيط الفئة عندي والتكرار العمود الخاص بالفئة والعمود الخاص بالتكرار إنه نحط عمود ثالث نكون نقول أقل من الحد الأدنى للفئة إحنا قلنا من الصفر إلى أقل من العشرة إذن أول شيء أقل من العشرة البعدة أقل من العشرين اللي بعدها أقل من الثلاثين اللي بعدها أقل من الأربعين إنه إحنا نبي شنو؟ التكرار المتجمع الصاعد إني نشوف الفئة الأولى أول شيء نبدأ فيها اللي هي أربعة معاي حيك شنو؟ اللي هي أقل من الصفر إلى أقل من العشرة أربعة إن زين؟ من أقل من الصفر إلى أقل من العشرين إني معناتش أسوي عزيزي الطالب أجمع الأربعة زائد السبعة يعطيني شنو؟ 11 أروح حيك اللي بعده الفئة اللي بعدها اللي هي عشرين إلى أقل من الثلاثين ولكن اللي هو التكرار المتجمع الصاعد إحنا نبي حيك شنو؟ أقل من الثلاثين يعني من الثلاثين إلى أن يوصل إلى الصفر يعني ناخذ الستة أجمعها على الهدعش يعطيني سبعتعش عزيزي الطالب نروح حق آخر فئة اللي هي الفئة من ثلاثين إلى أقل من الأربعين نحن نبي التكرار المتجمع الصاعد اللي أقل من الأربعين إذن مجموع جميع التكرارات اللي عندي يعطيني التكرار المتجمع الصاعد لهذه الفئة وهو عشرين لاحظ عزيزي الطالب أنك أنت لازم مجموع التكرارات تساوي مجموع اللي هي التكرار المتجمع الصاعد لآخر فئة مجموع التكرارات نون تساوي عشرين ترتيب الوسيط يساوي نون على اثنين يساوي عشرة إذن أرد على الجدول عزيزي الطالب فئة الوسيط هي الفئة المقابلة للتكرار المتجمع الصاعد الذي قيمته أكبر من أو يساوي ترتيب الوسيط مباشرة طبعا نروح على الجدول أكبر منه أو يساوي طبعا عندي أكبر منه ما عندي يساوي اللي هي اللي هو التكرار المتجمع الصاعد 11 أي أكبر منه أو يساوي يساوي العشرة أوكي إنه الحين وبالتالي فئة الوسيط هي عشرة وأقل من العشرين الحد الأدنى للفئة الوسيط يساوي عشرة التكرار الأصلي لفئة الوسيط يساوي سبعة طبعا الحد الأدنى لفئة الوسيط عزيزي الطالب من وين نطلعه؟ من فئة الوسيط اللي هي الفئة من عشرة إلى أقل من العشرين اللي هو الحد الأدنى لها عشرة والحد الأعلى عشرين إنه الحين إلى طول الفئة طول الفئة ذكرناها إحنا في بداية التمرين لما قريناها طول الفئة يساوي عشرة إذن طلعت أنا بالآخر أطلع التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الوسيط يساوي أربعة إحنا قلنا فئة الوسيط اللي هي عشرة إلى أقل من العشرين التكرار اللي بعده اللي هو أربعة التكرار الأصلي للفئة نفسه سبعة من طبق القانون عزيزي الطالب وهو الوسيط راء 2 يساوي الحد الأدنى لفئة الوسيط زاء 2 على 2 ناقص التكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الوسيط على التكرار الأصلي لفئة الوسيط في طول الفئة طلعنا فئة الوسيط والحد الأدنى للفئة وترتيبة والتكرار المتجمع الصاعد السابق لفئة الوسيط والتكرار الأصلي طول الفئة أني نعوض فيها را 2 تساوي 10 اللي هو الحد الأدنى لفئة الوسط زائد نون على 2 اللي هي 10 اللي هي 20 على 2 يعطيني 10 ناقص التكرار المتجمع الصاعد اللي هو قيمته 4 على التكرار الأصلي وهو قيمته 7 في طول الفئة اللي هي تساوي 10 باستخدام طبعا الآلة الحاسبة أو إجراء العمليات الحسابية الذهنية عندك عزيزي الطالب انطلع قيمة الوسيط 18 و 4 أسباق إذن جدي عزيزي الطالب أنا طلعت شنو الوسيط طبعا عزيزي الطالب تابع معانا الحلقة القادمة لإيجاد اللي هو الربيع الأدنى والربيع الأعلى في الجدول التكراري ذو الفئات نراكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر أدبي في حلقة أخرى من حلقاتنا ومع السلامة اشتركوا في القناة